أبدأ من الشقة الثانية من السؤال الخسارة الإيرانية خسارة كبيرة المستهدف الأساسي من العمليات العسكرية التي تجري اليوم في عموم المناطق السورية خاصة في حلب وأدلب وحمال الهدف الأول منها هو تحجيم النفوذ الإيراني وانت شفتي كان أول لمهد لهذه العملات هو اغتيال ما يسمى بقاسم سليماني سوريا وهو مثل بي بور محمدي الرجل القوي ورئيس المستشارين الإيرانيين في سوريا والإيرانيين أنا أتبع خلال 24 ساعة الماضية ما يتم من تحليلات وما يتلي به من تصريحات عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين هم يتحدثون عن مؤامرة كبرى أو استكمال المؤامرة الكبرى لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لتحجيم النفوذ الإيراني ومحاولة دعيني أسميه خلط الأوراق عبر ما يسمى بأزج بهذه الميليشيات التي يطلق عليها ميليشيات تكفيرية تريد كل الدول التخلص منها بما فيها تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وأزجها في أتون مواجهة داخل الأراضي السورية لاستهداف ما يسمى بما تبقى من العمق الإيراني الأمر الآخر أن هذه الزيارات تأتي في سياق مجموعة من التأكيدات التأكيد الأول هو التأكيد على دعم النظام السوري حيث طهران هي كما تعلمين تهاني هي الحليف الأبرز لسوريا وهذه الزيارة تأتي في إطار تأكيد طهران المستمر خاصة في ظل الانتكاسة العسكرية التي تعرض لها جيش النظام والميليشيات التابعة لإيران على الأراضي السورية الأمر الثاني استمرار طهران في الحفاظ على نفوذها الاستراتيجي والتي يشمل طبعا استمرار دعم حلفائها وكلها الموجودين هناك في ظل ما تعني طهران من ضغوط غير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي والأمر الآخر هو ضمان استمرار التنسيق العسكري والأمني مع النظام وروسيا وضمان تنظيم ما يسمى بيئة الردود العسكرية ما بين الطرفين وأعتقد أنه سوف تمهد هذه الزيارة لزيارة بعدد من المسؤولين العسكريين لبحث فرص المشاركة العسكرية لدعم النظام السوري من جانب إيران طيب الآن إذا تحدثنا حسب المعطيات التي تجري الآن على الأرض سواء في الجنوب اللبناني والتحرك الذي جاء في سوريا الخسارة التي تكبدتها إيران كما تتحدث التقارير وأيضا حضرتكم وبعض المحللين ما هو ثمنها؟ هي لم تقبل بهذه الخسارة أو هناك محاولات أن تحقق مكاسب مثلا على مستوى البرنامج النووي تكون هناك ورقة مقايضة بينه وبين الولايات المتحدة فيما يخصت وسعيها في المنطقة لأنه الآن المنافسة إسرائيلية إيرانية بعد خروج أو انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة صحيح صحيح سؤال مهم ومحوري الآن ضمن استراتيجية تخادم الملفات الإيرانيين بدأوا يخسروا كروتهم التفاوضية وأوراقهم على الأرض خاصة بعد الخسارة المدوية لإيران في غزة وخسارتهم في لبنان عبر عملية استهداف حزب الله اللبناني وليعتبر هو رأس الحرب في المشروع الإيراني والإيرانيين بدأوا يفكروا بما يسمى بتهاني نقل الثقل الاستراتيجي إلى مناطق أخرى واعتبار أحد أبرز هذه العناصر لهذا الثقل هو الاعتماد على الجغرافية السورية الآن شفت أنت اللي حدث في سوريا هذا شكل صدمة خصوصا سقوط هذه المحافظات بشكل مدود دون أن يكون هناك رد فعل وهناك حالة من عدم الفهم لطبيعة ما يجري والإيرانيين عادة هم باستندوا إلى ما يسمى دائما بإسناد ما يجري إلى المؤامرة الكبرى عدم تدخل طبعا الجانب الروسي كان هذا أيضا ملفت بشكل كبير جدا الروس بتحدثه أنه خلال الثلاث أيام القادمة سوف يتم إرسال أسلحة إلى سوريا على الرغم من وجود هذه الأسلحة في قاعدة حميمين في قاعدة طردوس وبالتالي هو ما يتم أو تنصل أو إنكفاء روسيا عن التدخل يعطي أو يوجه مجموعة من الرسائل إلى النظام السوري من ناحية وإلى الجانب الإيراني من ناحية أخرى خصوصا مع زيادة وتيرة البيئة الصراعية في العلاقات ما بين الجانب الروسي والجانب الإيراني الاعتبارات عديدة جزء منها مصلحية جزء منها بإدراكسان على القرار السياسي والأمني الروسي أنه لا يمكن الوصول إلى عملية سياسية ناجحة في سوريا تمهد إلى إعادة الإعمار وجني روسيا للمكاسب مع وجود مثل هكذا ميليشيات أيضا الجانب الإيراني بدأ يشكك بشكل كبير جدا بالحليف الروسي ويتحدث بشكل واضح وصريع على لسان مسؤولي وعلى لسان عدد من وسائل العلمية المحسوبة على الحرس الثوري الإيراني بأنه ما يتم من عمليات تصفيات ممنهجة لقيادات ومستشارين إيرانيين على الأراضي السورية يتم من خلال تقديم معلومات من جانب طرف حريف وتم الإشارة بشكل واضح ومباشر إلى الطرف الروسي فبعتقد أنه الآن أمام إيران مجموعة من الخيارات التهانية الخيار الأول هو إعادة إحياء دور إيران كوسيط ما بين النظام السوري من ناحية وتركيا اللي بتدعم فصائل المعارضة ومحاولة فتح فناءات للحوار معها الأمر الثاني هو البحث عن سياق جديدة للتفاهم الإقليمي وقد تسعى إيران إلى تهديئات التوترات مع تركيا وفصائل المعارضة من أجل ضمان بقاء النظام السوري في هذا التوقيت الأمر الثالث هو التمهيد لمفاوضات مباشرة بين النظام السوري وتركيا في ظل التحولات الإقليمية والوصول إلى توافقات أمنية وسياسية والبحث أيضا عن سياق لإعادة تهديد للغاية يعني إن لم تستطيع روسيا أنا آسفة بس يعني إن لم تستطيع روسيا نجاح هذه المفاوضات بلقاء الأسد مع أردوغان مع حفظ الألقاب طبعا للرئيسين لقائهما المرتقب قبل يعني بدون إصرار الرئيس بشار الأسد على انسحاب القوات التركية من الشمال السوري ستنجح إيران مثلا بإقناع الرئيس السوري بهذه الخطوة شوفي الآن أنا بعتقد أن الإيرانيين معنيين بالبحث عن سيغ للتفاهم الإقليمي مش فقط لإيجاد تهديئة لضمان بقاء النظام السوري لأنه تدرك تماما تهاني الإيراني سقوط هذا النظام طب لماذا أنت تقول بأنه النظام ممكن أن يسقط يعني هل في معطيات لسقوط النظام يا دكتور نبيل لأنه البعض يرى بأنه هي نقطة عقاب أكثر من سقوط يعني السقوط الحكومة السورية الآن بالرئيس بشار الأسد لأنه لا توجد انقلابات داخلية الجيش منقلب على الرئيس بشار الأسد لم تكن هناك أي تحركات تقول بأنه ممكن يسقط نظام بشار الأسد في هذه المرحلة لأنه وجوده طبعا التقارير التي تقول يعني مستفيدة منه إسرائيل مستفيدة منه إيران مستفيدة منه تركيا مستفيدة منه روسيا شوفي أنا أتفق معك في بعض الجوانب والجوانب أخرى أختلف معك فيها ما حدث في سوريا لغاية هذه اللحظة لا يوجد هناك معلومات لدينا حتى كمحللين عن طبيعة ما حدث وسهولة سقوط المدوي للمحافظات حلب وإدلب وحماو وغيرها من المناطق الاستراتيجية واحتمالية دخول جبهة جنوب سوريا على الخط خاصة مع ما يشكله مثل هكذا دعيني أسميه تسارات على الأرض من جانب المعارضة السورية أنا أعتقد سوف تشكل العامل معنوي ورفع المعنويات للفصائل السورية المعارضة الأخرى في مناطق حيوية وحساسة خصوصا في جبهة جنوب سوريا من ناحية ومن ناحية أخرى دخول الجانب الإسرائيلي على هذا الخط عندما مهد لعمليات نوعية ضد الميليشيات الإيرانية في بادية تدمر إذا كنت تذكوريا وعملت استداف ومنهج لحزب الله ومصانع إنتاج الصواريخ وأماكن تواجد حزب الله لبناني وبالتالي يتم تجريد النظام السوري من مختلف أوراقه وانت شفت اتصالات حتى الرئيس السوري بالأمس مع عدد من القيادات العربية كان واضح بأن الانتصال سوف يتحقق من خلال التعاون مع أطراف إقليمية وصديقة وحليفة للنظام السوري لكن أين هذه الأطراف؟ هناك غلق كامل للحدود مع الجانب العراقي من ناحية هناك أيضا عملية تهديم لتصور التواصل بين حزب الله في لبنان وسوريا من ناحية أخرى والإيرانيين يعني الآن حتى يبحث وأنا وجدت بعض التحليلات اللي بتتحدث عن أهمية دخول العسكري المباشر أو فرص التدخل العسكري المباشر لإيران مع حسابات التكلفة والمخاطر خاصة في مواجهة تركية والدول الغربية الدائمة للمعارضة أنه لا يمكن الآن تحقيق أي انتصار عسكري في هذا التوقيت بالذات دون انخلاط إيراني مباشر في هذه الحرب لدعم بقاء النظام السوري وبالتالي إحنا أمام متغيرات خطيرة خصوصا أنه الوجود الروسي والدعم الروسي وكأن روسيا رفعت يدها عن الموضوع السوري وهذا ما تدرك مخاطر الجانب الإيراني ويدرك أيضا تطورات الموقف لأنه ربما إحنا ما من راهن انقلابات عسكرية نحن لا نضمن ذلك خصوصا مع وجود نفوذ روسي متعاظن داخل المؤسسة العسكرية السورية والدفع بأي سيناريو لتفويت الفرصة على الجانب الإيراني من ناحية وعلى الجانب الأمريكي لأنه في نهاية المطاف هناك فرص خطيرة جدا يدركتها الروس في حال وصول إلى دعيني أسمي صفقة ما بين الجانب الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية قد يكون على حساب الجانب الروسي نعم شكرا جزيلا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم ترجمة نانسي قنقر